الكونفو الصيني هو معروف أكثر باسم الوشو أو فنون الدفاع عن النفس في الصين على مر السنين أصبحت الوشو الصينية أكثر تطوراً وشعبية حيث يمكن للناس العثور على مهارات قوية ومشاهد القتال في أفلام الكونفو والعروض الرائعة على خشبات المسرح والمنافسة الشريسة في الأحداث الرياضية لكن في الصين هذا ليس كل شيء يمكن تقسيم الوشو إلى أربع فئة الفئة الأولى والثانية هما الوشو تقريدية والوشو تنفسية مثل المسابقات في الألعاب الأسيابية أو بطولة العالم والتي تقود لتجاه تنمية الوشو الفئة الثالثة هي الوشو لللياقة البدنية مثل تاجي الفئة الرابعة هي الوشو في الأفلام والتلفزيونات وعلى المسارحة لذلك نقول إن الوشو أسمح جزء أسئلة من الثقافة الصينية يريد صلوب الحياة الصحية أقلية وجسدية لشعب الصيني وقال جاو إنه نظراً لاكتساب الوشو تقديراً واسعاً لطاق في جميع أنحاء العالم فأنها توفر نافذة للتعرف على الثقافة الصينية بشكل أعمق مشيراً إلى أن الأمثلة لا تعد ولا تحصى مما يجعل الممارسين بغض النظر عن الجنس والعمر مهوسين بالتمارين والثقافة الكامنة وراءها كما أعرب طلابه عن حبهم لهذه الرياضة أيضاً شكراً للمشاهدة